مرحبا بك سيفاتحي شافرود رئيس الجامعية التونسية للمراقبين شكرا قبولك دعوة لإصباح سيفاتحي مؤشر حكمة المؤسسات العمومية في تونس تقرير مازالك يسترعليش دجا هو مؤشر احنا عملته الجامعية هو في اصدار اول اختم في سنة 2019 يهم المعطيات المتعلقة بـ 2012-2016 للمنشآت العمومية وشو ما المنشآت العمومية خاطر احنا عنا بالنسبة للمنشآت هذه عنا صنف اللي نسميه منشآت عمومية اللي هو يقرب للشركات اللي الخاصة خاطر فيه مجلس ادارة وفيه رئيس مدير عام وفيه بتبيعة وفيه من المفروض انه تصرف خاص في المنشآت هذه اللي هي ملك للدولة تبقى قديمة ملك للدولة ان الدولة تملك فيها اكثر من 51% في رأس المال بتاعها ثم اللي نسميه احنا المؤسسات العمومية ذات الطابعة غير الادارية معطي المؤسسات العمومية غير الادارية اللي هي تقرب شوية الادارات لكن عندها سوية معناتها سهولة في التصرف اكثر من انها تكون ادارات تبقى هذه هي جانب قانوني في المجال المنشآت هذه هي مئة واربعة احنا القايمة المئة واربعة هذوم احنا بعثنا لهم استبيان في مئة وثلاثين مؤشر مئة وثلاثين سؤال وعلى ذو الاسئلة هذه بطبيعة احنا تم تصنيف المنشآت هذه في تار كل ما يخص منوال الحاكمة فيها وطريقة التصرف باش بتبيعنا عطيو فكرة اكثر على المنشآت هذه وعلى الاشكالياتusz فان موجودة بالضبط 감사합니다 وم Cafe احنا اللي نعرفوه هنو ينصال وانو نعطيه الارقام المتعلق بالولايات المالية ولي نعرفوه هي وضعية مالية صعيبة في اغلبية المنشآت هذه واسمalar احنا حبينا نبعدشوية عن هذه خاطرة معروفة ندخلو في صلب كيفية التصرف الثاني منذ الاشكاليات processed وخرجت المشآت الادراسة تلم لاحنا عديد الاشكاليات التي تم منشآت ما زالت فيها نوع من التصرفتقليدي لما المنشآت اللي هي شنو معنى تصرف تقديمه معنى تصرف انه قبل كل شي فيها تدخل كبير من صورة الاشراف في القرارات متاحها تقريبا المنشآتها دي ما هيش سيدة نفسها مع تماشية اللي تحاكم في قراراتها قديش هم الكل في كل منشآة أنا كنا مية واربعة ذوما الكلهم ده يغفما الكلام في الفترة الاخرى تتذكر وقت كثير الحديث على انشاك الهيكل اللي نجم يولي يشرف على المنشآت المؤسسات العمومية بش تولي التصرف يعني نوعا ما معنىتها بالاختصاص ومش معنىتها كل منشآة تابعة وزارة معنىتها تتباحها نجم تكون من الحلول بتادي ما نعاشتها كانت ترقتول ومتوما في التقليل ولكن نرجع دونك اليوم منشآت هذية الكل تابعة الكلها عندها صورة تشرف ايه باسمين بالقطاعات وبرشا منهم تقول انتي فهما معنىتها طريق التصرف قلت انتي معنى التقليل ايه صحيح هو المنشآت هذية كنجيو نشوفه واحنا في التنظيم تحمل القاوة اللي فيهم رئيس مدير عام في مجلس إدارة معتها اللي هو يعتبر هيكل المداولة وهيكل أخذ القرار في المنشآت هذية وهو اللي يتحمل المسؤولية بتبيع التصرف في المنشآت هذية لكن كنشوفه في الواقع نلقاه اللي مجلس إدارة عني صلاحياته صحيح وعنده صلاحيات كبيرة في الورق لكن ها ثم تدخل هنا من سلطة الأشراف في نعطيك أمثلة في الانتدابات في برامج الاستثمار كله دي ما تلقى ترجع القرار نهائي دي ما يرجع لسلطة الأشراف والله في قدش من حالة من عشك هذية بالأرقام كتش تعطينا الأرقام بش نفهمه معنى هو اللي كنت قلت لك احنا على المية واربعة جاوبونا ثلاثة وخمسين بركاء اي 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 مية ثلاثة وخمسين نحيو فقط البنوك البنوك العمومية وهذاك عليش انت حدك تشوفه في الترتيبة متاعنا تتلقى البنوك هي تحتل المراتب الأولى لخطر البنوك غيرت في طريقة التصرف متاحها وغيرت ثم القانون البنكي اللي اصدر على البنك المركز تونسي ولي حدد كيفية التصرف اللي هي كيفية كيمة البنوك العمومية كيمة البنوك الخاصة تقريبا لذيك عليش انه خلاهما يتقدموا برشة في المؤشر بقية المنشآت تتصرف بالتصرف اللي كما قلنا اللي فيه تقريبا سولة الأشراف هي اللي تقرر في كيفية التصرف المنشآت هذه شيء من الأرقام اللي خرجتوا بها أهم الأرقام اللي خرجنا بها كما قلنا وقبل كل شيء انه المنشآت هذه بعيدة شوية على طريقة التصرف المثلان وما تلقى ما فيهاش هيكل الإسناد أنا ثم تقريبا أكثر من 51% من المنشآت هذه ما عنداش لجان تدقيق لجان تدقيق هذه اللي هي لجان تدقيق داخلي اللي تتبع تطور المؤشرات اللي هامة متع المنشآت هذه اللي تتبع الإشكاليات فين موجودة في المنشآت هذه اللي تتبع كيفية التصرف الداخلي في معناتها القطعات الهامة في المنشآت اللي جان تدقيق هذه يا أما مش موجودة وإلا حتى إذا كان موجودة ما هيشتخدم في خدمتها كما يلزم وقتلهوما هذوما في المؤشرات الدولية اللي جان هذه اللي نسميه اللي جان إسناد للمجلس الإدارة اللي هي تعاون مجلس الإدارة في أخذ القرارات الهامة في المجال هذي نلقا وزادة كيف كيف في باب كما قلنا مجلس الإدارة والحاكمة كيفية تعيين عضاء مجلس الإدارة يغيب فيها في أغلب الحالات الرجوع إلى الكفاءة والرجوع إلى الخبرة متاع المتصرف نلقا فيها ساعة تعينات تكون بعيدة شوية يمكن على ما يلزم يكون في المجال السادية وهذاك عليش نلقا بعد حتى المجالس أنه العمل المتاحة والنشاط المتاحة تقريبا ما هوش هو المطلوب خاصة أنه في المنشأة هذه كما كنا هي قاعدة تتعرض للمشاكل الكبيرة في كيفية التصرف فيها أيضا فيما موضوع الاستقلالية كما كنت تقول اليوم الرقم داير 42% هو 42% لكن أحنا نعرف اللي في الواقع هو أكثر من كي الرقم على خاطر تقريبا كي نرجع وهو كيفية التصرف في المنشأة العمية كما قلنا كي نحيو بركة البنوك لأخينا كلهم كيف كيف راه أنه التعيينات في مجلس إدارة تتم من طرف سلطة الإشراف كما قلنا المسابقة على قرارة مجلس إدارة تتم من طرف سلطة الإشراف برامج الاستثمار كله كله يرجع فيه في النهاية معت المجلس صحيح أن يقول اللي رغم مش نعملو هكاية لكن ترجع ترجع القرارة نهائية العديمة لسلطة الإشراف نمشو مع فاصل قسي ثم نرجو شنوى الاستنتاجات شنوى ممكن الحلول قد ممكن فاش نرجم هذا الكل الوضع يتبدل راجعين معاك في برنامج إكسبريسو نذاكر مسامنا سيد فتحي شفرود رئيسة جمعية توصية للمراقبين نحكي على مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية في ظل نقاش طويل بشي طول يظهر لي اللي قاعد يتفتح لازم يتفتح وسمعنا هونيا في نفس المنبر من أسبوع أو أكثر معنات موقف الاتحاد العام التونسي للشغل يعمر الوقت برشة دجرة والدولة والصحافة الكل هوني الحوار في برنامج إكسبريسو وسمعنا شنوى أراء السياسين إلى آخره يعني اليوم موضوع المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية موضوع مهم فاصل راجعين ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 مرحبا بك نحكي وعلى التقرير لماذا زالك يصدر على المؤشر شفافية والحوكم مؤشر حوكمة المؤسسات العمومية في تونس نرجع دي غاكت مع بعض الأرقام التوازنات المالية قصوها المخاطر ولا توازنات حداتها والربح وقداش ربحين وقداش خسرين وموضوع الأجور أظهر لي هنا باش نبينك أنه الإشكال منين بالنسبة للوعية المالية للمنشآت على المئة واربعة اللي بعثنا لهم وجابونا 53 وعلى 53 ستاش برك عطاونا الأرقام والقوائم المالية متاحهم والنتائج المالية حتى ثم فيهم برشة اللي عندهم تأخير كبير في عدد القوائم المالية متاحهم والمستقرية دي جاء إشكال عطان دي كي جيت اخو منش هتلقى عندها مازلت النتيجة متاع الفين وسبعتاش والفين وثمانتاش مازلت متعدتش للمجلس الإدارة باش صدق عليه الكل دي جاء هنا ثم إشكال كبير على المستوى هذي الأرقام ماش محينة باش نجمو نعرفو نتابعو الوضعية المالية بتبيعها هو بالرغم اللي ثم شوية تحسن في السنوات سبعتاش وتسعتاش بمقارنة بالدراسة السابقة اللي هامت الفين و كي ما قلنا الفين وثناشة الفين وستاش لكن دي مقارة المؤشرات الكبيرة فيها إشكال ثم مديونية كبيرة للمنشآت هذه الأعباء المالية اللي هي ناتجة على القروض و على تداين زادت زادت تقريباً بنسبة خمسين في المئات الكتلة الأجور بتبيعها اللي هي زادت زادت لسببين هو قبل ثم انتدابات مكثفة صارت في بعض المنشآت و فما بتبيعها الزيادات للأجور اللي تمت خلال مدة الخانية اللي خلت بتبيعها أنه الكتلة الأجور اتزادت بتبيعها وقت اللي ما يكونش مقابلها تطور في النشاط تخلق إشكال في التوازنات المالية منتع المنشآت هذه اللي فما الـ دونك هذي فكرة معناتها بيان افيداماً سيخطو فما الريسك هذي معتها اللي يوم موش كما قلنا أنه ما عندهش تحديد المخاطر ومتابعتها بالمشآت هذه وهذه بطبيعة وفما زادت كيف كيف أنه راهوا المنشآت هذه تلقاها ما عندهش عقود برامج المدة طويلة حتى على ثلاثة سنوات وولا حتى أكثر معناتها نخدمه أغلبية المنشآت هي تتصرف تصرف يومي اللي هو بطبيعة في وغيات كما هك وفي حجم عديد المنشآت موش مقبول ده واضح فما تأثير زادة فما موضوع تون رجعوله زادة ما فماشي استقرار زادة في التأثير معناتها ديما بدل 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 إذا يخرجوا ذو ما بالمشاكل نحاول واحدة في الوضعية هذية طلاط عالتقرير أما بالحق زادة نحاول نخمم بالدبالي قاعد صاير توا معناتها على هالموضوع متع المنشآت العمومية كيفاش اليوم هو من بتبيع من من أوكد الشروط باش أن المنشآت تخدم هو على الأقل ضمان نوع من الاستقرار في إطار الإدارة العامة والمسؤول مش عشرين سنائم على الأقل شفت ما هو موجود في المعايير الدولية على الأقل ثم مدة خمسة سنين شي نجم هو إذا كان عنده تصور عنده استراتيجية ثم بتبيع وثم متابع وثم تخيل احنا الأرقام اللي اللي توصلناه لها في الثلاثة وخمسين منشآة اللي الي يوجد هنا أنه ما بين ألفين وخمساش وفين ونشعتاش اللي هي مدة صغيرة أقل من خمسة سنوات ثم على الأقل الأغلبية المنشآت هذه شهادت تغيير المسؤول الأول لمتاحها مرتين على الأقل ثم سبعتاش منشآة تغير فيها المسؤول الأول ثلاثة مرات في المدة هذه وفهم خمسة منشآت اللي هي المسؤول له تغير أربع مرات خلال الفترة هذه معتش أقل من عام ساعتي نجم يقعد المسؤول الأول ويمشي على روحه معتها هو مازال حتى يتعرف على المنشأة وعلى كافية وعلى المختلف الأنشطة فيها والمصالح اللي فيها وتلقاه تبدل ويجي واحد آخر غيره وهذا يخلق عدم الاستقراب وميخليش المنشأة تكون عندها استراتيجية وهذه حالة باش نجم تخدم كما قلنا على الأقل على ثلاثة سنوات خمسة سنوات تبدأ عندها تصور واضح يعني وضعية مالية صعبة وضعية في الكتلة الوجور معكة هذية بالأرقام نرخص توا في التحقوبين نسلو اللي قاعدين تقولوا فيه زيد على هذية معنتها ما فهمية شكل النظرة على التوازنات معنتها ويحسبوه في المخاطر إلى آخر وذي شكل خطر في حد ذاته معنتها على المؤسسة موضوع آخر موضوع حابيت نجيب لكتواليتي نسلط لكتواليتي ضوب لكتواليتي على التقرير متاعكم لأنه التقرير طويل ما نجم رشنا جعلي كل تردتو لموضوع مكافحة الفساد شنو يقولوا هنا اللي يجاوبوكم آآ للقناة أني أني إحنا مازلنا بعدنا شوية مازلنا بعد شوية على ما يلزم يكون في المنشآت هذه في مكافحة الفساد أولا أنه التأكد من عدم وجود أول حاجة أعضاء مجلس الإدارة وحتى المسؤولين الأولين في المنشآت هذه في وضعية تضرب مصالح يعني تبدأش هو ألف وعنده مصلحة في اللي هي يا أما نفس المصلحة منطاع المنشآ أولى مصلحة معنتها مغيرة لمصلحة المنشآ اللي خليه ما يبدأش في وضعية تسمح له باش يقوم بالدور كيما يلزم طيب هذوما آآ زادة كيف كيف ما فماش أنواع ثم خالية الحوكمة اللي هي التابع للشكلات هذه في مكافحة الفساد وتظهر المصالح خالية تلقاها ساعات موجودة هي لكن ماش قاعدة تختم ماش مفعلة ولا ما عنداش المكانية اللازمة باش تختم آآ ما فماش آآ متابعة آآ لكل العمليات اللي اللي متاع اختلاسات والعمليات متاع فساد اللي هي تكون موجودة في بعض المنشآت اه versات ماش ردع كبير ما فماش متابعة للشكلات هذه للخضايا هذه هذوما اللي خليه بالنسبة لل منشآت هذه كيما قلنا عكس موجود في البونوك البونوك سبحية خاضر ثم مفروض عليها عديد الالتزامات في المجال هذه في مكافحة طبيض أمير ومكافحة الفساد ثم بقية المنشآتها ما زلت بعيدة شوية على اللي يلزم يكون موجود فيها لكي ما قلنا لضمان تصرف سليم وتصرف رشيد في المنشآت هذه 62% يقولوا لكم اللي غياب كل اللي غي سياسات واجرائات وستراتيجيات وعنظمة رقابة متصلة وكافحة رشوة والفساد والإثراء غير المشوى طبيض الأموال ويقول لك معنتها العقوبات المصلتة على مرتكبية فعال الرشوة والفساد لا تطبق بسرامة لازمة ولا تنشر إلا في 53% من الحالات كي ما كنا نقوله ولا نزيده على هذه فأما الضعف في الربح معنتها حكينا على الصعوبات ما ليه حكينا ونمو معنتها في التصرف في الآخري وفي الميزانيات وفي الاتمادات الآخري وكيفش تصرف هذه معنتها عدم الاستقرار في التصرف الآخري وزيد على هذه معنتها النتائج ما همش في الموعد ووقتها سينومالت قالت لكم بطريقة أخرى معنتها في التقرير معنتها كي تعرف السباب معنتها هذا هو هذا هو هذا هو أغلبية المنشآت مع الأسف وضعيتها نتائج مالية متاحة هي نتائج سلبية حتى لعندها نتائج إيجابية كي ما قلنا النتائج هذه كانت تنجم تكون خير برشا كان ما فماش معنتها استراتيجية في التحكم في الكلفة في التحكم في مصاريف المنشآت هذه ما فماش شوف ثم زاد جانب هام دي ما أقول الاستثمارات اللي هي هامة واساسية خطر يلي تخلق الثروة ويلي تطور نشاط ثم منشآت رأي الاستثمارات متاحة تقريبا واقفة عندها عندها مدة لمدة سنوات 4-5 سنوات خطر ما عندها الموارد اللازمة وحتى كي باش تخرج وتدين وضعيتها ما تسمح لهاش باش تاخه قروض اللي تخليها تطور الاستثمارات متاحة احنا حتى ساعات حتى الصيانة العادية ثم عديد منشآتين متخرج باش تقوم بالصيانة العادية متاحة لباش نجم تبقى على الأقل تحافظ على نفس مستوى النشاط وهذا يلي يخلق اشكال كبير بعض اطبيعة لانه الموارد بيشكون ناقصة مع انه الكلفة ساعات مننجموش نتحاكمو فيها ثم كيما كلفة الأجور كل لساعات بيصعب وانك تنقص منها وقالت حد منها والذي بتبيعة فهمة كيما قلت يتموها الأجور دوك اللي هي باستمرار كانت في تطور معنتها باستمرار وصلت معنتها من 950 مليون دينار في 2016 الواحد فلسطين مليار في آآ الفين آآ وتسعتاش هذي فقط على العينة اللي جاوبتكم العينة اللي جاوبتكم اللي جاوبوكم اللي هما تلاثة وخمسين هي تلاثة وخمسين واللي هي تشغل تقريبا ستة وسبين ألف آآ موطن شغل فيها مان آآ هذي تقريب فكرة دونك آآ كيما قلنا دونك آآ ناك تمر أخرى ضعف مستوى الربحية حيث التراوحة تقوله تومى بين صفر آآ بالمئة آآ واربع بالمئة في الفين آآ وتسعتاش معتها في 2016 كانت صفر بالمئة تقريبا يعني وليت تربح شوية ولكن باقي ضعف آآ آآ اي هو مش معدلة آآ اي سيلا بروفيتابيليتي هو معدل آآ 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 معناتها أنه أنه نشاط متاحي ناجم يكون مربح وألاله في المجال هذية آآ وكيما قلنا هو يرجع زادة كيف كيف لي ثم التوازنات اللي هي ما هيش آآ ما هيش قاعدة يتم التحكم فيها كيما يلزم واه آآ فقط في الختام آآ حبيت آآ نمشي معك الأكتواليتات أخرى يدي الأكتواليتات طاعت تقريتاك ونتصوروا بشي عمي البشرة ضجة أماناها آآ نكونوا دياما معاكم في قائب الحدث آآ ما نجمش آآ تكون باحدانا نذكر آآ مستمعينا على صفات حيلي شافرود رئيس الجمعية التواصيل المراقبين العموميين وبالباكراوند متاعك وخبرتك معناها تبا نسالكش على مش المرسيم الكل على أموال المرسوم منتاع الشركات الأهلية شنو تنجم تفسروا للتوينس اللي يسمعوا فيك اليوم سباحة المرسوم هذين هو المرسوم جاو أحدث صنف جديد من الشركات اللي هو سمام شركات أهلية اللي على أساسا وهي الهدف منها هو تشجيع خاصة أنه شباب أنه ينتصب لحسابه الخاص ويكون وسهلون العملية في إنجاز الشركة دي الشركات تقريبا من الحويج الهامة فيها أولا أنه رأس المال امتاحها ما هو شرأس المال كبير يقول لك أنت ترجم انطلاق من عشر لاف دينار ترجم تعمل شركة كما هكاية مع بعض الشروط أنه يلزم المساهمين يكون العدد امتاحها من خمسين إلى أكثر هذا كما قلنا بش يسمح للناس اللي ما عندهاش مواردة كبيرة أن يتنجم تساهم متحدة للشركات هذية معتا أكثر من خمسين مساهم وفما التسيير بتبيعا وتشاركي في الشركات هذية في مجال نشاط معين بقى هو الحاجة وحيدة زادة الأخرى لما أنه شركات هذية كي تبدأ شركات أهلية محلية حدود الجغرافية للعمل المتاحها هي محدة في تلقائها على مستوى مثال معتمدية وفما الشركات المحلية الجهوية على مستوى جهة كاملة معتا متنجمش هي تتفرع في نشاط متاحها وتمشي لأكثر مثال من معتمدية ولا لأكثر من ولاية هذية من جملة الشروط اللي هي محدة للصنف متاع الشركات هذية واضح موضوع مزلنا بش نحكي فيه شنو يبدل؟ شنو يبدل؟ هنا قلنا هو صنف جديد من الشركات اي لا نخلق مش هون مش يبدل يقول لك على الأقل للشباب اللي ما عندهمش موارد مالية كبيرة مش يعمل لك شركة كما يلزم تكون على حسب الأصنف اللي موجودة حاليا في القانون نسمح المصنف هذية كما يقول كولا أنه رأس المال مواش كبير رأس المال صغير بش نجمعها الشركة هذية وثاني حاجة أنه فيها فيها عملية تشارك معتا فيها يلزم يكون فيها أكثر من خمسين إلى أكثر مؤسس للشركة هذية ويتقاسموا بالطبيعة رأس المال هذية ويتساهموا في في إدارة الشركة هذية وكيما قلنا أنه النشاط المتاحة الجغرافية يكون محدد بالنسبة لشركات الأهلية المحلية محدد على المستوى المعتمدية وشركات الأهلية الجهوية على مستوى جهة وإلا ولاية فقط شكرا لك شكرا لك سيفاتحي في ظل ذا جست نستنعو في النصوص هي موجودة عادرة متاع الكراود فاندينج أيضا القانون متاع الو اس اس إلى آخره هذوم زادة برش حاجات راوي نجم ويفردوا الاقتصاد والشباب والاستثمار والبعث المشاريع وكل أولا أولا سرتوه نديم أقول أنه الإجراءات اللي هي الإجراءات تخلق ثروة كما هذوم كله تخلي وتعطي بتبيع مجال واسع خاصة للشباب تعرف ثم تقرير خرج في فرنسا على الاستثمارات الخارجية في فرنسا أني تونس أول بلد أفريقي مستثمر في فرنسا من حيث عدد الشركات ولا والحجم متاعها وأكبر الشركات اللي العدد الكبير متاعها هي الشركات دي ستارتاب تونسية اللي هي تونش تغادية علش تموك هذو كواقت اللي احنا في حاجة لهم هنا تلقائم يمشيوا يهربوا يمشيوا يستثمروا في الخارج وذي موضوع نحكيو عليها عنا مدة آآ أم بخون توجو باو سيريو مش قاعدين نخذوه بجدية في الشركات الناش هذي صحيح فما شركات كما أي شركة فما شركات تنجح شركات ما تنجح وليوم شركة ناشا بتاع اليوم كما أي شف فما حتى خموا في أي أكبر مجموعة تعرفوها متاع مؤسسات في مجمع تعرفوه في العالم بده صغير سيري فما حتى ويت عنده ألفين شخص يخدموا وعنده أربعة كات فيليال في العالم وكل هذو ما تبارك الله وان بريس السكيلابيتي متاع وان بريس قاعدين النمو وانتاحهم سريع سريع جدا معناتها وشوف الدرجة وأنه رجحوا الكفة في التقليل المزيك إخراج يأكل كجوغ دائغ ودولته حتى وسائل العلام الدولية معتالي وري الشركة التونسية منكب المستثمرين دونك وادم إلي تبوستي معناتها وبلستغتاب ولي يتبين وقت اللي يلقاه هو المحيط اللازم والتشجيعات لازم ينشحوا وغلبية اللي تدر يسي تنبورتون فيه مضم الدرجة تانو وليه برشا يقولوا علش ما نعموش الستارتباكت والي هو القانون الاساس للمؤسسات للكل معناتها ولو أنه توا فام غيفليكشون وبدات معناتها تون نحكيو لكم معلها في اليامات هذه على تقييم وتطوير للقانون لأنه فام حاجات منكم شفروت على حضركم معنا وتقديم التقرير في برنامج إكس بريس وفاصل راجعين توتويت شمشيو نقاوسي كمال جندو وبعد شوية رأي سابق للليزي نحكيو على الرزنام الانتخابين